موسيقى مرحبا بكل متابعي منصتي أوريانت و أوريانت بلاس بحلقة جديدة من فالو أب شو أهم الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي إذا كانت أبرز التعليقات عليها و ردود الفعل هنطبع بها الحلقة عامة شي خليكم معنا قبل سنوات شطب وليد لمعلم وزير خارجية نظام أسد قارة أوروبا بشكل كامل عن الخريطة واليوم بالعام 2020 أصر وليد المعلم على أن أوروبا غير موجودة بالأصل على الخريطة إنما سوريا هي موجودة الفيديو الأخير يلي انتشر على منصات التواصل ولي قوبل بموجة سخية عارمة عند السوريين يلي علقوا وسخروا من وليد المعلم معتبرين تعليقه بأنه هو تجاوز حالة الانفصام عن الواقع وصل لمرحلة الجنون قلت سابقا بأنه سوريا ستنسى أن هناك أوروبا على الخارطة واليوم يعني بعد ثماني أو تسع سنوات من الحرب على سوريا نجد بأن سوريا ما زالت ولكن الاتحاد الأوروبي يخرج العقوبات علينا ونحن بذلك نرد على هذا بالانتخابات كيف هذا؟ أولا ليش عم تذكرني أن نرجع أوروبا على الخريطة سوريا على الخريطة لكن أوروبا لسا ما رجعت العديد من التعليقات الساخرة مثل ما حكيتها دشرت على منصات التواصل بعد انتشار الفيديو بداية من محمد اللي قال خطي رجع من وقت محيطة أول مرة والأوروبيين يعني متبهدلين عم بيناموا بالشوارع ومقطوع عنده المي والكهرباء والبرلمان الأوروبي سن قانون لازم تصرف ألف ليرة سوريا على اليورو إذا بدأت تدخل على دول الاتحاد الأوروبي وهذا طبعا تعقيبا على موضوع صرف 100 دولار بمطار دمشق أرامي اللي قال أوروبا طلعت أو خرجت عن صنطة بعد سماع قرار وليد المعلم وليح تفزت بحق الرد كانوا يتساءل يترك كيف ردت أما أيضا تعلي آخر ساخر كان من علاقي اللي قال طبعا والشعب الأوروبي عايش بالخيم ومشرد وما لهم لاقي حق اللقمة والشعب السوري عايش بجنة الله على الأرض من وراء مسح المعلم أوروبا عن الخارطة أما مايا هي اللي قالت قالت شيلوا هالمحايا من إيده وما يقعد يمحيلوا الشموحيته وبحر بالغلط أيضا لح نبقى بسوريا تدور رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمستشارة الإعلامية في وزارة الأوقاف تابعة للنظام أساد خلود سروجي ويتدعو من فيلتة الفخمة في يعفور الفجر يعني لرفع البلاء عن الناس للفقراء والمستضعفين في أول أيام للحجة إلا أنه سوريين استنكروا الفيديو اللي انتشر وحصوا أنه هو مليء بالنفاق وأنه الشخص اللي طلع بالفيديو عم يضعيلهم بالفرج يعني ما بيشبههم أصلا إنما هي فرد من أفراد العصابة اللي سرقت سوريا وجعلت منها واحدة من أسوأ بلاد العالم للعيش فيه لنتابع ومع شدة الأزمات وما نعاني أقول للجميع لنكون بأيام ونفحات هذه الأيام وأعطاياها كل عام وأنتم بخير ليس بقولي بل بقول حديث النبي هي لنعطر قلوبنا بالصلاة عليه قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله خير من هذه الأيام إذن أيام تستجاب فيها الدعوات تكشف فيها الغمات تقرب من رب العالمين مع أعياد مباركات بعدما لاقينا من فيروس كورونا من أزمة تلو الأخرى هيا نهل مع هذه الأيام المباركة وندعو الله تعالى لنقول آمين مع نفحات هذه الأيام يا رب ارفع عنا البلاء والوباء وتسلط الأعداء واجعلنا في أمن وأمان وإسخاء ورخاء وأهل علينا العيد وقد عاد لنا الأعطاء والشفاء ورفع عنا هذا البلاء والفيروس اللهم ونحن مقربين ذاك كلمين آمين إن شاء الله في العام وأنتم بألف ألف خير إذا كنت من متصفحي تويتر فحتما مر عليك هاشتاق قتل الروابي والهاشتاق الأكثر تداولا الآن في مملكة العربية السعودية وحتى عربيا أيضا في الساعات الأخيرة القصص والروايات تحت هذا الهاشتاق تحدث عن قتل رجل في حي الروابي مدينة جدة السعودية لزوجته طعنا بالسكين وأمام الناس وتم تداول هذه السؤال اللي عم نشوفها مع بعض من مكان الحادثة بحسب المغردين على تويتر وتوضح تجمع بعض الأشخاص وتجمهر الأشخاص وجود سيارات شرطة في المكان في وقوع الحادثة وقال الأشخاص اللي تداولوا الخبر أنه خلاف عائلي حدث بين الرجل وزوجته قبل خروج الأخيرة من المنزل دون علم زوجة لحتى يلحقه ويقوم بقتله في المكان المذكور وعلنا أكثر من 16 ألف تغريدة وخبر تناولة القصة ذاتها بدون تصريح رسمي من شرطة مدينة جدة إلى الآن طبعا العديد من رواد مواقع التواصل علقوا على هذا الموضوع وغردوا وبدأوا يتداولوا الصور أكتر وأكتر مثل ما حكينا 16 ألف تغريدة هذا الشيء ما له قليل بالطبع لح يعطي ضجة وما أعطى الخبر زخم أكبر واهتمام على منصات التواصل كانت تعليقات بعض الصعوديين اللي دافعوا عن القاتل وأدانوا المرأة بدون علمهم بخفايا الأمور وبدون تأكدهم من سبب القتل الحقيقي فعلق حساب مثلا باسم قيمنا قائلا إذا كنت رجل وحسيت جزء بسيط منك تعاطف مع هالنوع من القضايا حابب أقول لك أحسن الله عزاك في رجولتك حتى لو القضية حقيقية وين المشكلة تراه دافع فيها مهر يعني صارت ملكه يسوي فيها اللي بي بعرف أنكم مصدومين أما أيضا تعليه آخر فكان باسم الامكي قال يا ناس ما تعرفون أطراف الحادسة يمكن أنها تهجمت عليه أو أنها كانت مطيعه وما تهتم فيه أكيد أنها غاضطه يعني غاضطه أو أي شي فيه سبب لا تظلمون الرجال أو الريال وخذوا الحادسة من جميع زواياها هذا تحليلي الشخصي وسلامكن أما حساب آخر أيضا باسم كاك أو استغفر الله كان مكتوب قال والله أنا بعرفه شخصيا وهذا الرجل طيب وأخلاقه بتشفع له وما في أي شي بيّن أنه هو قاتل نعوذ بالله من قهر الرجال أنا بأعتقد أنه السيدة هددته تستحق اللي جاها وجهة نظر فقط أساسا مهما صار دم المرة ما يسوي ما يسوى دم الرجال وأشوف الأفضل يتم الإفراج عنه فورا وهاشت قاتل الروابي أنا بعرف أن كنتم مصدومين أكتر وأكتر وخاصة مع التعليق الأخير ولكن هذه كانت التغريدات العديد من رواد مواقع التواصل ردوا على تغريدات مجموعة من الرجال اللي دفعوا عن القاتل بغضب شديد وانتشرت العديد من البوستات على منصات التواصل مطالبة النيابة العامة السعودية بمعاقبة أصحاب هذه الحسابات تحديدا اللي معتبروهنو من أنواع نشر الفتنة واستباح الدماء النص فعلق ياسر آل معافا وآل يا جماعة لا تصدقوا هالحسابات الوهمية هدفها هي استفزاز المرأة ويهامهم بأن الرجال هكذا بيفكروا وتوليد الكراهية بين الجنسين هي فتنة حسبي الله عليهم أولا الإسلام العقيدة الوحيدة لأنصفت حق المرأة في كل شيء ونحن مسلمين في أي شخص يستنقص حق المرأة فهو عدو للشريعة أما تعليق آخر فكان أيضا من أمل يلي قالت عقول باقت بالفشل عندما يضيع فيه كل شيء حتى وإن كان دمه على قولته ما يسوأ المهم أنها من البشر ولما يقتلها لو كان القاتل والدك هل دم أمك ما يسوأ؟ كانت تتساءل وفعلا منطق أما أيضا تعليق آخر كان من ديم يلي قالت ما لقيت كلمة توصف اللي كاتبينه يعني استبحت وحرمت ميت وصبيتوها كمان وهي ميتة قبل ما تكتبوا هالكلام خافوا ربكون يلي ما فكرتوا فيه وأنتو عم تكتبوا هالكلام فكروا بعيالها إذا أروا هالكلام وترى أنتو تعتبرون مجرمين متلكم متلو لأنه عندكم تفكير متطرف ومفروض أنكم تنسون شنا أيضا لح نبقى بيئة الصعودية وهالمرة أخذ مساحة واسعة من حلقة فولو اوب أيضا اسم السجين المطلق صراحه طلال الحازمي كان من الإسماء المتداولة بشكل واسع بالساعات الأخيرة قبل ما نقول ليش خلينا نحكي باختصار قصة طلال وشو صار لحتى صار هو ترند على السوشال ميديا طلال هو ابن مدينة طريف يلي حصل خلاف بينه وبين قريبه من نفس العائلة هو اسمه فيصل الحازمي يلي حصل خلاف بينه وبينه هذا الشي صار ب2018 تطور هذا الخلاف بين الشابين ليقوم طلال بضرب قريبه يلي هو فيصل وما أدى لي وفاته والجدير بتذكر أنه عائلة فيصل قبلت بالتنازل عن حقه قبل عام تقريبا مقابل دفع ديه حوالي 10 مليون ريال سعودي وبدأت العائلة بالفعل بجمع المبلغ يلي تم دفعه مؤخرا وخرج طلال من السجن وتوجه مباشرة قبل ما يروح لبيت أهله راح لبيت منزل والد الضحية واللي هو قريب وفيصل اللي استقبله والد الضحية استقبال طيب ورحب فيه في سبيل إعادة العلاقات بين أفراد العائلة وإنها هذا الخلاف باعتبار أنه التحيات توصلت في الأخير أنه عملية القتل لم تكن مقصودة خلونا بداية نشوف الفيديو تداول على منصات التواصل لهذه اللحظات ومن بعدها نكفي ويبارك فيهم كل مشارك هذا بسعود الله يطول عمره يتزاق خير يبارك فيه وهذا الطلاب مع فيصل الله يبارك فيه أول موقفه عند فيصل أول موقف عند فيصل لشان أخذ بخاطره الله يطول عمره هو شبي بريض إن شاء الله يتزاق خير شكرا الله يتزاق خير يا أبو سعود خيض الله وجهك طبعا تشرت علي من التعليقات والتغريدات على تويتر حول الفيديو المتداول والطريقة اللي رحف فيها والد القتيل بالشخص يلي قام بقتل ابنه وخلينا نشوف أبرزة منال يلي قالت ما شاء الله لا قوة إلا بالله على قوة إيمانه وامتثاله لقول الله تعالى من أعفى أصلح فأجره على الله وعندما يعطي الله الأجر فعطاؤه بغير حساب فما عند الله باقر أما عمور يلي قال ونعم الرجال التسامح والأخلاقيات تعتبر من شيء من الرجال وصفات الصحابة والملك أما عبد العزيز فأيضا علق على الموضوع قال ديننا أو ديننا علمنا التسامح والعفو فلا تجعلوا قلوبكم صخر واتقوا الله فإنكم مسؤولون عن ما تقولون خلينا نحكي شوية عن أخبار الرياضة ولكن هالمرة عربيا فيروس كورونا وصلنا إلى حجورات الملابس بالكثير من أندية كرة القدم العربية والأوروبية والعالمية وهذا الشيء شفنا على المنصات الإعلامية وعلى السوشيال ميديا ولكن غالبا ما كنا نسمع عن إصابة لاعب أو لاعبين بالكثير يعني من فريق واحد ليتم حجرون وعوطن إلى التمارين بعد التشافيه ولكن الصادم الموضوع أنه تم إعلان اليوم عن أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا خلينا نشوف الصورة ضمن صفوف فريق واحد وللأسف كانت هذه النتيجة بفريق عربي حيث أعلنت إدارة نادي الكرة بفريق الإنتاج الحربي المصري عن إصابة 18 فرد من أعضاء الفريق بين لاعبين ومدربين وفنيين مما فيهم مدرب الفريق نفسه اللي هو مختار مختار فريق الإنتاج الحربي كان عم يستعد للعودة للعب المباريات المقررة بداية شهر أغسطس القادم وكان الفريق بمعسكر بمدينة شرم الشيخ قبل ما يقوم أعضاء الفريق بإجراء الفحوصات اللازمة واكتشاف 18 إصابة ليقرر الفريق العودة إلى القاهرة على الفور ودخور اللاعبين للحجر الصحي فيما نوهت لإدارة أنه الممكن عدم المشاركة بمباريات الدوري باعتبار أنه اللاعبين المصابين بحاجة لراحة ما بتقلعنا 15 يوم للتشافي من فيروس كورونا وبدون تدريب أصلا حتى ما يبزلوا جهة كبير وخلال هذا الوقت لحتكل المباريات قد استقنفت وما زاد من الضغط على الاتحاد المصري لكرة القدم لقرر استئناف المباريات رغم تفشي فيروس كورونا في البلاد بشكل كبير بالأيام الأخيرة هذا كان خبرنا الرياضي وهو عامل ضجة كبيرة في الساحة الرياضية وخاصة عربيا أما خلونا ننتقل لغزة حيث داور رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مضحك لإحتفال طلاب بصديقهم يلي حصل معدل 33% بالصف التاسع من 100% طبعا ليقوموا بعضا ويعملوا له زفة ويحتفلوا فيه وكأنه جاء بالمية بالمية ويحايا هالفيديو الأخير نسمى مشاهدة عالية جدا لنطابع موسيقى 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 نحن من فلعب من قلنا مبروك صح المعدل يمكن ما يكون بمعدلات اللي دائما نعرفها بـ 98 ولكن نشكر كل الطلاب اللي بدلوا جهدوا وخاصة في هذه الظروف لتقديم الامتحانات وإن شاء الله بتعودوها بالسنوات القادمة لهم مشاهدين منكم وصلنا لنهاية حلقتنا هي أهم الأخبار المتداولة أهم الترند بشوفكم بكرة حلقة جديدة أخبار جديدة أهم شي كونوا بألف خير باي باي موسيقى 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 موسيقى